ارابعة بتوقيت القاهرة خدمة اقبارية من دريم اهلا بكم اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق التمويل الموقع في القاهرة في العاشر من اكتوبر الماضي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيفة والذي يقضي بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو كما اظهر رئيس السيسي قرارا بتعيين وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي رئيسا لبعثة الحج الرسمية لهذا الموسم وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس المجلس على مشروع قانون بانشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ وذلك اعمالا لأحكام الدستور وارساله الى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتي واعداده في صيغتي النهائية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب لمناقشته واقراره اكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة التوصل الى حال سياسي للازمة السورية يضمن الحفاظ على وحدة اراضيها ويرأس وزير الخارجية وفد مصر الى القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة بانكرة والتي يتضمن جدول اعمالها القضية الفلسطينية والازمة السورية والاوضاع في ليبيا واليمن وجهود محاربة الارهاب بالاضافة الى الاوضاع في كل من الصومال وافغانستان ومالي كما ستناقش القمة موضوعات التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية في الدول الاعضاء اعلن وزير التجارة والصناع المهندس طارق قبيل ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي فرنسوا اولاندا سيفتتحان فعليات منتدى الاعمال المصري الفرنسي المقرر انعقاده الاثنين المقبل بمشاركة ممثلي اكثر من ستين شركة فرنسية الى جانب العديد من الشركات المصرية في اطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر التي ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل كان وزير التجارة قد بحث مع سفير فرنسا بالقاهرة اخر الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس فرنسوا اولاند والوابد المرافق له اعلن رئيس البرلمان العراقي السليم الجابوري عن اتفاقي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل على حضور رئيس الوزراء الى جلسة البرلمان اليوم لتقديم التعديلات النهائية على الحكومة وقال رئيس البرلمان في بيان انه استقبل في مكتبه مساء امس رئيس الوزراء بحضور رؤساء الكتل النيابية مبينا انه جرى خلال لقاء بحث معمق لتطورات المشهد السياسي وتداعيته يشار الى ان مجلس النواب العراقي يشهد اعتصاما نضمه عدد من النواب احتجاجا على تأجيل التصويت على التشكيل الوزاري الجديد الى الجلسة المزمع عقدها اليوم تقدمت روسيا والصين الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار للمساعدة في منع الارهابيين من استخدام السلاح الكيميائي ويقضي المشروع الروسي الصيني بالزام الدول وخاصة جيران سوريا بابلاغ مجلس الامن والالية المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حضر الاسلحة الكيميائية باي انشطة لجهات غير حكومية تتعلق بتطوير هذه الاسلحة او امتلاكها او نقلها او تسليمها او استخدامها وذلك فور حصول الحكومات على معلومات ذات الصلة وتجيء هذه الخطوة بعد ورود تقارير عن هجومين كيميائيين شنهما تنظيم داعش في دير الزور وحلب رياضيا يلتقي في السابع مساء اليوم الزمالك مع نظيره الداخلية على استاد ابترو سبورتا ضمن مؤجلات الاسبوع الثاني والعشرين من الدور الممتاز ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الاسكتلندي اليكس ماكليش المحافظة على التقدم في الدوري والسعي خلف الاهل المتصدر في حين يمتلك الداخلية 36 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب وإلى دوري أبطال أوروبا حيث أقصت أتليتكو مادريد ضيفه برشلونة أمس وفاز عليه بهدفين نظيفين في إياب دور الثمانية من المصابقة ليسعد الأتليتي إلى الدور النصف النهائي في مجموعة المبارتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث انتهى لقاء الذهاب لمصلحة الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف واحد ويدين فريق العاصمة بالفضل إلى مهاجمه الفرنسي أنتوان جريزمان الذي سجل هدفي لقاء ووضع فريقه في الدوري قبل النهائي وفي البطولة نفسها بلغ باير نيميونيخ الألمانية دور نصف النهائي من المصابقة بتعادله مع مضيفي بانفيك البرتغالي بهدفين لكل منهما سجل هدفي باير نيميونيخ أتشيلي أرتورو فيدال وتومس مولر فيما سجل هدفي الفريق البرتغالي كل من رؤول خيمينيز وتاليسكا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق البفاري بهدف نظيف ليحصل على تذكرة التأهل إلى دور النصف النهائي في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين وإلى منافسات الدور الأوروبي حيث تنطلق اليوم فعاليات مباريات العودة لدور الثمانية حيث يستقبل ليفربول الإنجليزي نظيري بروسيا بدورتموند الألماني على ملعب أنفلدا كما يواجه شاختار الأوكراني فريق سبورتين براجا البرتغالي وفي الجولة نفسها يلتقي إجبلية الأسباني مع مواطنه أتليتيك بلباو وسبارت براجا التشيكي مع بياريال الأسباني يستعد عالم كرة السلة لتوديع أسطورتي كوبي براينت نجم فريق لوس انجلس ليكرز الذي خاض مبارته الأخيرة بدور السلة الأمريكي ضد يوتا جازا وفاز عليه 101 مقابل 96 بدل اللاعب لكرة السلة 20 عاما من العطاء والتألق ومساعدات فريق لوس انجلس ليكرز في أحراز لقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات وقرر براينت إنهاء حقبة أخرى في عالم كرة السلة الأمريكية باعتزاله ويمثل براينت سادس أكثر لاعب يخوض دقائق في الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة وثالث أكثر لاعب يسجل نقاطا بأكثر من 33500 نقطة وإلى عالم التنس حيث ظهر اسم الحسناء الروسية ماريا شارابوفا من جديد على الموقع الرسمي لبطولة رولانجاروس أثاني بطولات الجراند سلام والتي ستجرى في الفترة من 22 من مايو وحتى الخامس من يونيو وعلى الأرجح ترتبط عودة شارابوفا بالقرار الذي أصدرته أمس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ولبي يسمح للرياضيين بالتناول عقار مالدينيوم بنسبة ضئيلة رغم إدراجه ضمن قائمة المواد المحضورة في يناير الماضي نهاية خدمتنا في أمان الله